السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصعد الله وقاتكم بكل خير موضوعنا لليوم على بيان مزلسة الغزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد مجيد تبون والقائد الأعلى القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني طبعا هذا الاجتماع كان منذ يومين وموضوع والبيان رأى موجود في الصفحة الرئيسية لرئاسة الجمهورية الجزيرة على مواقع التواصل الاجتماعي البيان رأى أمامكم ليحبي يطلع عليه يطلع عليه البيان كان طويل وحاولت باش نلخص قدر الإمكان النقاط المهمة اللي جات فيه طبعا كما تشوفوا هذا البيان طبعا ترأسه رئيس الجمهورية عبد مجيد تبون ووزير الدفاع طبعا كان اجتماعا اللي مزلسة الوزراء تم مناقشة عدد أمور فيه رح نطرقوا ليها ما تنسوناش فقط بدعم القناة بالبصمة فاضلي ولسا أمرا بارتاجوا الفيديو وبأي تعليقاتكم يعني أي استفسارات أو أي ملاحظات حول هذا البيان خلوا هنا أسفل الفيديو طبعا تتعلق هذه المناقشات على تنفيذ برامج تنمية إضافية في بعض الولايات اللي هي خنشلة تسمسيلة الجلفة وتندوف هذه الولايات رح يكون فيها تنمية زيادة على الشيلي يعني للقاءوها يعني في الولايات ناقص رح يزودوهم حاجات جديدة كذلك تمت مناقشة تقرير يتعلق بالإحصاء العام للفلاحة هذه حجم لحاول برنامج توصيل الكهرباء للمستثمرات الفلاحية لأنه في الأملي فرطة كانت الفلاحين يعني وبزاف من نقص توصيل الكهرباء يعني في الأراضي تحم والحمد لله يعني هاوها من البرنامج رئيس الجمهورية كذلك المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتمت مناقشة أيضا تحذيرات المتعلقة بألعاب الأولمبياد 2024 بعد افتتاح الاجتماع مجلس الوزارة من قبل رئيس الجمهورية واستعراض جدول أعمال وتقديم تقرير نشاط الحكومة خلال الأسبوعين من قبل رئيس الوزارة قدم رئيس توجيهات وأوامر يعني رئيس الجمهورية أمرهم في بعض النقاط أولها تقرير تقدم يعني يزربوا شوية بالعمل بش تمشي عملية الرقمنة كذلك بعد استعراض التقرير الدوري الذي قدمته المحافظة السامية للرقمنة والذي أظهر تقدما ملموسا في ربط مختلف الهيئات والإدارات العامة وبدء إنشاء مركز بيانات وطني وفق مجلس الوزارة على إبرام الصفقة بالتفاوض مع التفاوض المباشر مع شركة هواوي الصينية لتنفيذ طابع استجالي يعني لازم يسرعوا فيها هذه العملية الرقمنة باش يعني تخفف أشياء كثيرة على المؤسسات يعني تعد دولة طبعا تلخص الاجتماع هذا كل الذي ترأسه سيدة عبد مجد تابون طبعا ورئيس الجمهورية رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني تمت مناقشة تعدة مواضيع كما شفت بما في ذلك التنمية الإقليمية والرقمنة والإحصاء العام طبعا للفلاحة والكهرباء والتحضيرات لألعاب الأولمبياد هذا يعني ما جاء في هذه الفقرة نحن نكمل بقي الموضوع كذلك تم التأكيد على تحقيق التوازن التنموي في البلاد وذلك من خلال استراتيجية تستهدف تعديل النقص الذي كان موجود في بعض المناطق تم التأكيد التزام الرئيس بإكمال برنامج التنمية في الولايات التي أسبق وذكرناها ولاية خنشلة تسمسيل تجلفة وتندوف نقول لجميع الولايات هذه ومبروك عليكم وأخيرا رحت تتلبى إن شاء الله النقائص لعندكم والتي تعاني من تجاهل سابق لفترة طويلة يعني عندها ومدة وهم ينجدوا المسؤولين ونجدوهم يعني بشي تكفلوا بالانشغالات من لكن الحين يعني الحمد لله أشرى الرئيس إلى ضرورة الاهتمام باتهي أضح حضرية في الولايات الجلفة وتكييف عاصمتها طبعا مع التوسع العمراني الحديث كما قدم الثناء على جهود وزارة الصحة في تجهيز المرافق الصحية في الولايات تندوف وأكد التزامه بتوفير أفضل خدمة صحية للمواطنين كما تم التأكيد على زيادة حصة ولايتي سمسيلة من السكن الريفي من 3000 وحدة سكنية راح تقول لي إن شاء الله 150000 وحدة سكنية يعني نقول لكم مبروك عليكم لسي سمسيلة السكن الريفي اللي أعوده لكم السيد الرئيس ب15000 وحدة سكنية بها كامل للسكان إن شاء الله يفرحوا هذا العام إن شاء الله بشكل عام طبعا تم التركيز على تعزيز التنمية هنا والتوازن في هذه الولايات وتلبية احتياجتها المتراكمة في مجالة البنية التحتية والخدمات الصحية والسكن الريفي كما شفت هنا مواضيع بالنسبة كذلك سيد الرئيس يعني ركز على البنية التحتية طبعا منها الخدمات الصحية تانية حاولي حسن الخدمات الصحية ببناء المستشفيات والمستوصفات وتعويضهم طبعا في السكن الريفي من كانت تعاوض ضيد و3000 وحدة زادلهم 15000 وحدة سكنية نقول لكم مبروك ناس تسمسيلة وعقبال إن شاء الله ما يمس هاد الفرحات مثل كافة الولايات قد تم كذلك تناول عدة نيقات خلال اجتماع مجلس الوزراء أهمها تم تثمين جهود شركة سونالغاز في توفير الكهرباء للمستثمارات الفلاحية والمناطق الصناعية ومناطق الناشط وتم تكليف وزير الطاقة بالتوجيه الدهاني والتقدير لعمال وإطارات الشركة يعني سونالغاز مدام كم تخدموا وتعملوا في الشلع لكم أكيد تحية لكم كاملين من هذا المنبر ونقولكم كفوا ووفوا إن شاء الله وإلى الأمام تم التأكيد كذلك على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة للنخبة الوطنية المشاركة في ألعاب الأولمبياد يكون تربص جيد ويساعدهم أكثر أعطي أعطى الأهمية الكبيرة للإحصاء العام للفلاحة كوسيلة لتحديد القدرات والاحتياجات في هذا القطع يعني الفلاحة دايماً الفلاحة هو الوسيلة للرقية على البلاد كذلك يعني مش نبقوا معاولين غير على البترول والغاز لأنه يجي نهار وهذه كل الأمور يعني يعني صعي ما يبقاش يعني فيها مخزون يعني الفلاحة وسيلة جيدة طبعاً كان هناك ولايات دول عفواً دول كبيرة مع تمدع الفلاحة رأي ما شاء الله كما تم التناول المستجدات الدولية وبخاصة الطورات في القضية الفلسطينية وتم تمثيل الأداء الجيد للبعثة دبلوماسية الجزائرية في الأمم المتحدة حقيقةً شرفون أحسن تشريف وأحسن تكريم وتحية لهم كاملين والشي اللي رهم يعني ينجزوا فيه رأنا متبعينهم ساعة بساعة طبعاً أكد على استمرار طبعاً سيد الرئيس عبناجي التابون على استمرار الجهود التنموية وتطويرها والتحقيق أثر إيجابي في حياة المواطنين ولا سيمة فيما يتعلق بالخدمات والاختصاد أكيد للوطن وقد أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تقوية اللحمة الوطنية لكونها صلب أولوياته هذا هو يعني ملخص البيان اللي جاء فيه بيان طبعاً عنده يومين بيان مجلس الوزراء يعني حاولت نلخص قدر الإمكان الشيء والمضمون اللي كان فيه يعني نتمنى كنا بسطت لكم الأمور وفهمتوها أكثر هذه طبعاً جينا آخر فيديو ما بقى لنقولكم غير ما تنسون بس مع الفيديو فتح أمراً تعليقاتكم حول هذا الموضوع وشي اللي جاء في هذا البيان وبرتجونا الفيديو قدر ما تقدروا إلى فيديو آخر بحول الله دمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة